اشتركوا في القناة وحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زال حديثنا يتواصل عن خصال أهل النفاق والعياد بالله انطلاقا من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافق ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعاها إذا حدث كذاب وإذا وعد أخلاف وإذا تومن خان وإذا خاصم فجر نتطرق إلى الخصلة الرابعة بحول الله وقوته وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاصم فجر يعني من خصال المنافق أنه إذا خاصم فجر بمعنى إذا شاجر أحدا إذا شاجر أحدا أو خاصم أحدا يفجر في كلامه بحيث يصدر منه سب وشتم ويخيل إليه أنه على حق وهو على باطن هذه هي من خصال الإهل النفاق إذا خاصم فجر إذا خاصم فجر يقول العلماء أنه الإنسان يكون معك مليح يكون معك مليح مجرد أنك ما تفهمش معاه يخرج قاع وشكين في القدرة هذه من معاني إذا خاصم فجر إذا خاصم أحدا فإنه يفجر يبدأ يقول أي حاجة ويخرج الأسرار ويقول يخرج الأسرار المخبأة والأعراض المخبأة يخرج كلش علاج لأنه يظل نفسه بأنه على حق وهو على باطن ومن المعاني أيضا أنه يخيل إليه يخيل في نفسه إذا خاصم فجر بمعنى أنه على حق وهو على باطل ينتصر للباطل ولا ينتصر للحق حتى وإن كان هو على باطل ينتصر للباطل ولا ينتصر للحق هذه من خصال أهل النفاق وحتى السامع لما يسمع هذا اللي عنده خصلة من خصال أهل النفاق لما يسمعه يخاصم ويكون ده لحن في الكلام قوة عنده البداعة تعدواس يخيل إليه بأنه على حق وهو على باطل حتى السامع يخيل هذا اللي يراه على حق يتخيل باللي يراه على حق علش لأنه ذا قدرة في الخصومة ذا قدرة في الخصومة والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف جعله صنف بغيضا عند الله وعند الناس عند الله وعند الناس وإذا خاص مفجر من المعاني أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الصحابة إني أقضي بينكم على حسب ما أسمع يسمع هذا ويسمع هذا البين على من الدعوة واليمين على من أنكار لكن قال لهم يحذرهم سيدنا صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث قال لهم فيقدر يكون واحد فيكم ذا قدرة في الخصومة وفي نحل الكلام فيلحن في كلامه فأقضي له على نحو ما أسمع نقضي على نحو ما أسمع جاب دليل لفق دليل أراني نقضي له على حسب ما أسمع فحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصف من الناس أني أقضي له على نحو ما أسمع هذا من خصال أهل النفاق والشقاق وسوء الأخلاق أنه يبيل للناس بأنه على حق وهو على ماذا وهو على باطل وهذا من شر أنواع الناس والخلق عند الله وعند الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم إن من شر عباد الله إلى الله الألذ الخصم هذا من شر عباد الله إلى الله الألذ الخصم يتودد في كيكون مليح مجرد أنه ما يتفهمش يقول لي ذا قدرة في الخصومة يقول لي ذا قدرة ماذا ذا قدرة في الخصومة فيخيل إليه لأنه على حق وهو على باطل فلذلك الإنسان يحذر من الفجور من الفجور في الخصومة قال ما تفهمش مع إنسان ما تفهمش كل واحد في حل سبيله كل واحد في طريقه لكن أنك إذا كان أمنك على سر ومؤمنك على شيء ومؤمنك على كلام أنك سكارة فيه كما تفهمته وش تولي داير به داير به كلام فاكهة في المجالس فهذا لا يهليق ليس من خصال المؤمن هذا من خصال المنافق ولابد أن نفتح قوس باش نبه على أمر أنه حتى الناس اللي تسمع لا بد أن تكون في المستوى ما تسمعش أي شي إذا أنتم ما شفتمونا الناس كانوا صحاب هم بعد ما تفهموش يجي واحد يتكلم في هذا الصاحب لي كان صاحبه قال حبس 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 البارح أنت عشر سنين عشرة عشرين سنة وانت صاحبه اليوم ما تفهمتوش خلي 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 القدرة مغطية علش تخرج ولكن ما تفهمتوش ولي تخرج كلش هو كان مأمنك يدخلك لداره أمنك على صراره على خدمته على شيء على حياته هذا كأمر ما تفهمتوش على أمر ما تفهمتوش يعني خليه هابار خليه في جي على حدة لكن العشرة الملح اللي كان والعشرة اللي كانت ما تكسرهاش وما تخسرهاش فلذلك كي يجي واحد يحكي لنا ما نسمعه ولوش قولوا اتقي الله أنتم اليوم ما تفهمتوش بل قدوا تتفهموا وتعودوا تقولوا صحاب لكن غير ما تفسدهاش لأنه ما تفهمتوش تخلوا تتفهمتوه كما المره والراجل ما يتفهموش يعاودوا يتفهموا كي اللي تلقوا نقدر الله ويعاود يرجعوا بعد عشر سنوات أخو مستشل سنة يعاود يقولوا وكانوا كان يلعي بيناتهم يعاود يولو ما تحاودوش يولو قالوا هانا زمان الله يفرقنا بلا دنوب كيف الله يفرقنا بلا دنوب أنه نستغفرو عند عند الافتراق وإذا عودت نلاقين آن عاودوا نستغفرو هذه قالوها على كي يكونوا كي يكونوا في جماعة يجاء كل واحد يروح لدار يعاود يروح لحلسة وقال الله يفرقنا بلا دنوب كذلك إذا كنا متفهمين وما تفهمناش الله يفرقنا بلد له كله أحد ما يقصمش وما يفجرش في الخصومة لكن اليوم ندير المجالس فاكهة المجالس وينشروا العيوب تعال الناس وينشروا الأسرار تعال الناس علشان لأنه ما تفهمش مع فلان لا هذه ليس من خصال المؤمن هذه من خصال المنافق وإذا خاصة مفجر فإذا أردت أن تكون من أصحاب هذا الخصال كون كما رأهم أردت أن لا تكون مثلهم يابد أن تجتنب أخلاقهم وتجتنب صفاتهم الذميمة كما الغيبة الغيبة كما يحرموا ذكرها يحرموا سماعها لأن كل واحد فينا إحنا رأنا يجي الناس يحكيوا لك يقولوا لك بالله يجوا يقطعوا في الناس تقولوا حبس ويرح للجماعة الثانية يحب يحكي لهم يقولوا له حبس والجماعة الثالثة يقولوا له حبس هل المغتاب يصيبه شيء في من يحضر ما يصيبش يقول لي يحضر مع روحه حتى روحه نفسه الخابية تتعي منه تقول له حبس انت هكت هذا معي عمرت لي راسي روح شوف وين تحكي حكي مع شجراء ولا مع شجراء حكي مع البحر علاش لأنه ما صابش وين وين يخرج هذا الغل وهذا الحقد لأن الغيبة الغيبة عبارة عن ماذا غيبة عبارة عن حسد وحقد وغل يحب يخرجوا الإنسان لكن كيما تصيبش وين تحكيه تولي تسكت لكن احنا نقال لأننا نتلدد ونتفكه بعيوب الناس كي يجي واحد يحكي لأن العيوب تعال الناس تحللنا علاش لأنه راه يقطع وراه شيطان راه في هذا المجلس ودعي لنا فاكهة فالكذلك كما يحرم ذكرها يحرم سماعها الخصومة كذلك إذا جاء واحد يفجر مع إنسان ويحكي لك العيوب التاع بعد الخصومة فتحبسوا عند حده لأن هذا الصف من الناس إن من شر عباد الله إلى الله الألذ الخصم هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال حديث يتواصل سائل المؤمن عز وجل أي جنبنا وإياكم النفاق بأشكاله وأنواعه ويرزقنا وإياكم حسن النية وحسن الإخلاص الله ما رزقنا الصدق والإخلاص في الأعمال والأقوال والأفعال والنيات جعل بلادنا بلاد الدين وراحة للمحتاج والمسكين واجعل ولايتنا في من يخافك يا رب العالمين برحمتك يا رحم الراحمين صور إخوانا المجاهدين المرابطين المجاهدين المرابطين المجاهدين المرابطين في غزة وفلسطين سدد رمياهم تبت أقدامهم ونصورهم على عدوك وعدوهم كلهم وأيدا ونصيرا ومعينا وظاهرا فإن عدائك لا يعجزنك يا رب العالمين وصل الله موسى المبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يتجدد لقاء بحول الله وقوته إلى ذلك من الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته